أكد صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء اهتمام مملكة البحرين الدائم بتطوير مسارات التعاون مع ماليزيا ارتكازا إلى ما يربط البلدين من علاقات مميزة منوها سموه بما وصلت إليه العلاقات الثنائية بين البلدين من مستويات متقدمة وما تحظى به من اهتمام من حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه جاء ذلك لدى لقاء سموه حفظه الله بقصر الرفاع بحضور سمو الشيخ عيسى بن سلمان بن حمد آل خليفة رئيس الهيئة العليا لناندي راشد للفروسية وسباق الخيل سعادة السيد شازريل بن زهيران سفيرة ماليزيا الصديقة لدى مملكة البحرين بمناسبة تعيينه سفيرا لبلاده في مملكة البحرين حيث نقل إلى سموه تحيات دولة السيد اسماعيل صبر يعقوب رئيس وزراء ماليزيا وتمنياته لمملكة البحرين دوام التقدم والازدهار فيما حمله سموه تحياته لدولة رئيس وزراء ماليزيا وقد أكد سموه أهمية مواصلة العمل على تعزيز العلاقات بين البلدين والدفع بها نحو آفاق أرحب بما يحقق تطلعات البلدين وشعبيهما متمنيا للسفير الماليزي التوفيق والنجاح في أداء مهامه الدبلوماسية بما يعزز العلاقات البحرينية الماليزية ويدعم التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات وجرى خلال اللقاء استعراض القضايا ذات الاهتمام المشترك ومناقشة مختلف المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية من جانبه أعرب السفير الماليزي لدى مملكة البحرين عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء لما يبديه سموه من حرص واهتمام دائمين لتطوير وتعزيز العلاقات الثنائية بين مملكة البحرين وماليزيا متمنيا لمملكة البحرين المزيدة من التقدم والازدهار